بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اليوم محاضرات اللي هي الخاصة بالخواص وبخاصة موضوع Surface Tension بنستكمل باقي الخاصية بتاعت Surface Tension زي ما شوفنا في المرة الماضية انه عندنا Surface Tension عندنا بيظهر على السطح وشوف ده اتكلمنا على ظاهرة المنسياس إفكت وبنشوف النهاردة تأثيرات Surface Tension Surface Tension وجوده بيؤدي مثلا إلى حدوث بعض التغير في Pressure لبعض الظواهر اللي عندنا داخل هذه الظواهر لو قدت على سبيل المثال Droplet نقطة من مية بقدر أشوف التغير في Pressure بين داخل Droplet وخارج Droplet نتيجة وجود Surface Tension يبقى أنا بحسب هنا ودلتا بي اللي هي Pressure difference between the inside and the outside لما أجب أبص اللي نقطة المية هي نقطة قروية فيبقى أنا عندي بتتعرض إلى Force نتيجة Surface Tension وده عبارة عن السيجمة في اللينس فلما أجب أبص النقطة المية أخذ الكبير عندي بتاعها اللي هو في النص هنا ألاقي Surface Tension فورس الأعلى كده قيمتها 2YR اللي هو المحيط في السيجمة بتتزم مع Pressure Force بانوات الدلتا بي يبقى أنا عندي Pressure Force الدلتا بي في الأرية بساوي الـ 2Force دولت مع بعديهم ده ما احنا شفنا بنساوي الـ 2Force مع بعديهم بقدر أحصل على أنه في حالة الدروب لتزم مقدار التغير في الـ Pressure دلتا بي بساوي 2 سيجمة على R طيب لو أنا عندي هنا بقول بدل Droplet بستخدم Bubble Bubble اللي هي فقاعة من الفقاقية بتاعة الصابون عندنا بنلاقي أنه عندي سطحين في الحالة دي سطح داخلي و سطح خارجي لأنه الاختلاف أنه البابل مفرغة البابل اللي هنت كبرتها وخدت Cross-section فيها هتلاقي بالشكل ده فيه سطح داخلي وفيه سطح خارجي فهنا عندي Surface Tension في الخارج وعندي Surface Tension في الداخل فبلاقي أنه التغير في الـ Pressure في البابل دلتا بي بتساوي 4 سيجمة على R كذلك لو خدت سلندريكا الجيت لو عندي جيت اللي طالع من أي نوزل من فواها أو حاجة بلاقي أنه الشكل بتاعه عبارة عن شكل صواني بالشكل ده لو أنا أخدت عند الماكسمم سكشن وأشوف الـ Distribution اللي عنده Surface Tension هنا Force ولو ده الدامتر عندنا اللي هو 2R بيتتازم مع Pressure Force بنفس القاعدة بيساوي Pressure Force مع Surface Tension Force هلاقي أنه دلتا بي تساوي سجمة على R يبقى دي من ضمن الحاجات اللي بيكون تأثير وجود Surface Tension ده بعض الظواهر اللي بتحدث عندنا